أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسادعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينافقون في السراء والضراء والكارمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين أدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس الأرمى قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بل يمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا بيكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها فسنجزي الشاكرين فكأي من نبي قاتل معه رتبيون كثير فما غالوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فالله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغتل لنا ذنوبنا وإصلافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِبِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِبِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم بتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ دُو فَرْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ في أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِ أَمَنَةً مُعَاسًا يَرْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعز الذين كتب عليه القتل إلى مضادعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوما تقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بل قد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حشرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في شبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون فبما رحمة من الله بنت لهم ولو كنت فضاً غليظاً قابلاً فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم فإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتمكن البؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث ديهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ناخقوا فقيل له تعالى وقاتلوا في شبيل الله أي ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يالله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رأبهم يرزقون فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجاموا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجل عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً فلهم عذاب أليم فلا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فلله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان فأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ونقول لهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقال كذب أسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروق لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا النبو للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رغمنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رغمنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليب ثم مأواهم جهنم فبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها نزلا من عند الله فما عند الله خير للأذرار فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين تعمل الله مننا بحرمة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر